بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلاً بكل اصحابنا وانتبعينا الاهباء ومقطع جديد ان شاء الله الصفرة كلاسيك. اه ان شاء الله انا بنقدم لكم في المقطع ده صفرة كلاسيك اه عبارة عن نيش ضرفتين زي ما راكم شايفين. اه وبار بالبرواز بتاعه والا وست كراسي صفرة. اه طبعا احنا عاملين اه في البرواز اه والنيش اه اضاءة ليد علشان برضو تدي شكل من داخل النيش. اه دي طبعا الصفرين. اه الكراسي ست كراسي معمولين كابوتينية. اه مشغولين كابوتينية وكرمة. اه طبعا البر اه عبارة عن ضرفتين يمين وشمال. اه يمين وشمال وصفت راك في النص. ده البرواز وده اه وده الازاز. ده البرواز ومعمول له شريط ليد. معمول له لامبات ليد علشان تدي برضو منزر وشكل. وطبعا احنا عاملين الازاز اه فامية عسلي تمانية ميلي ومشتوف لايزر. وده النيش هو اه برضو عاملين للنيش اضاءة لايزر برضو من الداخل من داخل النيش. اه طبعا لونها احمر اه طبعا الاحمر مع لون اللابيك جميل جدا. فمنتهى الشياكة والجمال وده الازاز هو انفامية. طبعا هو الصفرة مفروشة مفرش. من رأيها منظر الصفرة طبعا. اه دكة بوتينية هو. معمول بشكل جميل جدا. وتنجد ما شاء الله عليه مفيش في ايها هافوة ومعمول له زريرة هو كمان. الصفرة في منتهى ومنتهى الجمال والشياكة. اه دي صفرة من تحت ايان. بنورها لكم برضو علشان تبقى باينة. اه طبعا الازاز كله مشتوف لايزر اه كل الازاز سواء اه الارفاف اه الارفاف النيش او اه او الارفاف بتاع السفرة كل الازاز مشتوف لايزر وده ظهر الكورسي هوات زي ما نحاكم شايفين مش شطب تشتيب عالي جدا من ورا مش مين في اي دابابيس ولا مصمير ولا اي شيء. والسلام عليكم.